الدورة التدريبية التي نظمت لصالح بعض أفراد قوات الدرك الوطني حول الإدارة الأمنية في المؤسسات الهمة أنهت أعمالها بمركز تدريب العسكري في منطقة كندل كان ذلك بحضور المدير العام لقوات الدرك الوطني تقرير أبدالله هارون برمح شحر ونصف من أعمال الدورة التدريبية لبعض أفراد قوات الدرك الوطني في مجال التعميل للعماكن الليسانية جاء اختتام عمالها المنظمة من قبل منظمة كوجيتا أبرى مشروع الدعم تدريب الأمن العام بدأت المناسبة ببرقية شكر وعرفان من قبل المستفيدين على العمل والجهود والمعارف التي تلقوها قلال هذه الفترة وأكدوا أن هذا يمكنهم على القيام بمحامهم أما رئيس بيعسة المشروع ميشيل سبردي قال إن المشروع يعمل بكل جدية من أجل تدريب المدربين ونشر الوعي لتقوية الإجراءات الأمنية والسلامة والوقاية في كافة الحياة فضلا عن توفير الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات التي تعد ضرورية للإنسان أما المدير العام للدرك الوطني حرق مونشي إلي فقد أكد بأن هذا التدريب الجيد والحديث بكل الوسائل والأساليب المختلفة يمكن هؤلاء المستفيدين للقيام بدورهم الحام لتدريب الآقرين حتى تعم الفائدة على أفراد الدرك الوطني وتعميل الأماكن الإنسانية والمؤسسات الحامة للدولة وختمة المناسبة بتوزيش حدات للمستفيدين البالغ عددهم 13 فردا اختتمت مساء أمس فعاليات الورشة الخاصة لاعتماد برامج التدريس والتدريب بالمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ترأس المناسبة الختامية نائب الأمين العام لوزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة تقرير محمد حسن أدم خلال يومين من مداولات أعمال الورشة الخاصة باعتماد برامج التدريس والتدريب بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات انستيك والتي سمحت للمشاركين مراجعة الوسائق المقدمة للدراسة والاعتماد انبثقت عنها توصيات على الإدارة العامة للمدرسة ضرورة إدخال نظام الالمدي الجديد والتدريس باللغتين الرسميتين للدولة وعلى وزارتين البريد والتعليم العالي الوقوف بجانب هذه المعسسة الفتية بغية تحقيق الأهداف المنشودة ومواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة العمين العام النائب بوزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات جيرابي جيكونداري في كلمته بهذه المناسبة ثمن جهود الخبراء وأساتذة التعليم العالي والباحثين على دراسة واعتماد برامج التدريس والتدريب وكذا تقديم الاقتراحات التي تساعد في تنفيذ هذه البرامج مؤكدا الأغذي بأين لعتبار جميع التوصيات والمتالب والعمل بها من عجل النهوض بقتاء تكنولوجيا المعلومات وأنشيروا إلى أن البرامج التي تم اعتمادها تتمثل في هندسة الاتصالات وهنست الإعلام الآلي إلى جانب النظم المعلوماتية وملكميديا السمء البصري فضلاً عن إدارة التكنولوجيا الحديثة كما أن المدرسة الوطنية إناستيك تعتبر بوابة تسمح للبلاد الوصول إلى مصاف الدول الصائدة عبر الاقتصاد الرقمي تمكنت قوات الدفاع والأمن في إقليم لغون الشرقي من إلقاء القبض على 24 من قطاع الطرق في المناطق المختلفة التابعة لإقليم لغون الشرقي تقرير عباس أباكار مصطفى بفضل يقظة رجال الأمن وقوات الدفاع بالمنطقة العسكرية رقم 15 بإقليم لغون الشرقي تم القبض على شبكة من المجرمين البالغ عددهم 24 أنصراً وبهوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر الحية وكذا بعد المتفجرات وبهذه المناسبة قدم حاكم إقليم لغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين هؤلاء المتهمين أمام وسائل الإعلام المحلية وانتهز الهاكم هذه الفرصة وقدم شكره لرجال الأمن على ما بدلوه من مجهوداته في سبيل استدباب الأمن وسلامة المواطنين بالإقليم وحين قدم الحاكم شكره لقائد المنطقة العسكرية رقم 15 الأقيد محمد جمال نمر بدوره وشجاعته المتميزة مما سعد على القبض لهؤلاء أما القائد محمد جمال نمر فقد قال بأنهم تمكنوا من رصد هؤلاء والقبض عليهم إثر دورية عسكرية في الإقليم سترفع أمرهم إلى المحاكم الجنائية لإنزال الأقوبة ضدهم ومن جانب آخر فقد نصب حاكم إقليم لغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين الأمين العام الجديد للإقليم آدم آدمي يوسف بحضور السلطات الإدارية والأمنية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر